الجيش الملكي هو معظور لأنه يفتقد إلى المنافسة على المستوى الإفريقي رغم أنه عنده لا عبيده المستوى جيد وفريق له هو جيد بإمكانه أن يحصل على تأيج أفضل ولكن الجيش الملكي هذه السنوات هو ما يلعبش على الألقاب هذه السنة القناة يلعب على البطورة وعامل اللي هو كبير يلعب على الكأس يلعب على المستوى الكاف ولكن ضاف لها بعض المقابلات في نظريني كان يتخلى عليها مقابلات تعكاس العرب لأن إلا كانت الوداد والراجع أنها دخلت مباشرة تلعب نهائي فالجيش تر بشي لعبها بعض المقابلات لربما أنهكته على المستوى الليقة البدنية على المستوى تركهم العدد كبير من المقابلات على المستوى رجاع الليقة النفسية كذلك ما شي غير هنا والتركيز وهذه مسائل اللي هي كنت حاول قد المستطاع بش يدبرها بتدوير اللاعبين ولكن كتكون تجربة نقصة لهذه اللاعبين